أهلا بحضراتكم من الموضوعات المهمة واللي بيبحث عنها عدد كبير من المواطنين طبعا بتكون موضوع الإجازات ودايما بنكون حرسين في تلفزيون اليوم السابع نحن نستعرض مع حضراتكم كل المستجدات الخاصة بهذا الأمر لكن يمكن في الساعات الأخيرة الحقيقة يعني تصدر محرك البحث الأشهر جوجل هو مواعيد عمل البنوك وأبرز القطاعات اللي بتستأنف العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك كل عام طبعا وحضراتكم بألف خير دي من الأمور الهمة جدا واللي زي ما قلت لحضراتكم يعني بتتصدر حفوا محرك البحث الأشهر جوجل خليني أفتحرض كده مع حضراتكم أبرز القطاعات اللي بتستأنف العمل مرة أخرى بخصوص مواد نهاية إجازة البنوك هو اليوم الحد هو آخر يوم في الإجازة وتستأنف البنوك العمل يوم الاثنين الحقيقة وبتدأ طبعا معايد العمل في البنوك زي ما قلنا ده وفق قرار البنك المركزي وكان قرر البنك المركزي أنه يكون مواعد إجازة عيد الفطر في البنوك وكان تم تعطيل العمل الخقيقة في كافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الثلاثة 9 إبريل حتى يوم الحد 14 إبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك وبيتم استأنف العمل في القطاع المصرفي صباح يوم الاثنين 15 إبريل كمان أعلنت إدارة البورصة المصرية مد إجازة عيد الفطر المبارك بتكون ستة أيام وبدأت الإجازة الحقيقة من برضو الثلاثة 9 إبريل وتنتهي اليوم الحد 14 إبريل ويستأنف العمل في البورصة يوم الاثنين 15 إبريل طيب بالنسبة للجامعات والمدارس الحكومية والخاصة الحقيقة كانت بدأت أيضا الإجازة في الجامعات يوم الثلاثة 9 إبريل حتى اليوم الحد 14 إبريل ويستأنف العمل في المدارس والجامعات الاثنين 15 إبريل يعني بتعود كل الحقيقة بنتكلم عن القطاعين العام والخاص بيعود العمل في القطاعين العام والخاص يوم الاثنين كان نص قرار وزارة العمل بخصوص إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص كان وزير العمل قال إنه بتكون بداية الأجازة من يوم الثلاثة 9 إبريل حتى اليوم الحد 9 إبريل وبتعود للعمل حتى اليوم الحد عفون 14 إبريل طبعا ده للقطاع الخاص وللمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبتكون الفترة من الثلاثة حتى السبت مدفوية الأجر على أن يتم خصم إجازة يوم الحد اللي هو اليوم 14 إبريل من رصيد الإجازات السنوية للعملين في القطاع الخاص وبأتي القرار في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء واللي نص على إنه تكون الفترة من الثلاثة حتى الحد إجازة رسمية كمان من الموضوعات المهمة الحقيقة واللي بيبعث عنها عدد كبير من المواطنين هو الإجازات المتبقية سواب نتكلم عن شهر إبريل أو شهر مايو خلال الشهر المقبل إيه هي الأجازات اللي عندنا خلال الفترة القادمة الحقيقة أنه طبعا موضوع الأجازة ده يعني يكون بيأت من وزارة العمل في إطار الحرصة على توحيد الإجازة لكل العاملين في مؤسسات الدولة بخصوص الإجازات المتبقية عندنا في شهر إبريل عندنا يوم الخميس القادم إن شاء الله يوم 25 أربعة ألفين أربعة وشرين طبعا هو إجازة رسمية بمناسبة أي تحرير سيناء كل عام وحضراتكم بخير دي الأجازة المتبقية عندنا في شهر إبريل يوم الخميس 25 أبريل أما في شهر مايو عندنا الخقيقة أجازة يعني هتكون فرصة الحقيقة سانحة دي المواطنين اللي استمتعبها زي الأجازة الأجازة هتبدأ عندنا من يوم الخميس 2 مايو لأنه تم ترحيل الأجازة من يوم الأربع الأول من مايو بمناسبة عيد العمال طبعا ده يعني وفقا لي قرار دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تم ترحيل الأجازة من يوم الأربع الأول من مايو لتكون الأجازة الخميس 2 مايو عندنا الجمعة والسك أجازة طبعا العطلة الأسبوعية ويوم الحد أيضا والتنين عندنا أجازة الاتنين عندنا طبعا 6 مايو أجازة شم النسيم طبعا دي هتكون فرصة سانحة زي ما قلت لحضراتكم دي المواطنين للاستمتاع بهذه الأجازة طبعا هي يعني كمان يعني قادمة قبل الامتحانات الفصل الدراسي التاني امتحانات نهاية العام لعدد من السنين الدراسية طبعا صفوف النقل والمرحلة الابتدائية لكن هتكون يعني فرصة أنه نستستمتع به هذه الأجازة والحيان نحن زي ما بنتكلم دايما موضوع الأجازة ده مهم جدا لأنه كل الدراسات أثبتت أهمية الأجازة للصحة البدنية والصحة العقلية الحقيقة لأن ده بيسهل بشكل كبير في تعزيز الحقيقة الأداء لدى الموظفين يعني تعزيز القدرات الانتاجية وكمان تحسين نتائج العمل المطلوبة فده كان شيء مهم جدا أن احنا نقوله مع حضراتكم لأنه تعرض طبعا للجهد المستمر في العمل ده بيؤثر بشكل كبير على الموظفين وبيؤدي طبعا لانتشار العديد من الأمراض فطبعا الأجازات بتكون فرصة جيدة للاتعاد عن الألأ والتوتر المستمر والتقليل طبعا من أمراض القلب اللي بتنتشر بشكل كبير وارتفاع ضغط الدم واللي بيؤدي طبعا لنوبات قلبية في النهاية فزي ما قلت لكم كل الدراسات أثبتت أهمية الحصول على الأجازات لتقليل التوتر والاكتئاب والألأ بشكل كبير وده بيخلي طبعا بيساهم شكل كبير في تحسين يعني القدرة الإنتاجية لدى الموظفين ويكون في تعزيز الفكر الإبداعي الحقيقة في كل المجالات دي كانت كل التفاصيل الخاصة بانتهاء إجازة عيد الفطر المبارك الفين أربع وعشرين اليوم الحد ويستأنف العمل في القطعين العام والخاص غدا الأثنين وطبعا كمان اتكلمنا عن الإجازات المتبقية خلال شهر إبريل وشهر ما يقل بل شكرا لخضراتكم على المتابعة وإلى